حفل عشاء مميز حضره الحسين ورجوه لكن خلاله حدث أمر غير متوقع جعل الحسين ينقطع عن تناول طعامه بشكل رأته الأعين ورصدته عدسات الكاميرات في حالة من الاندهاش والذهول مما يحدث أمام الجميع فما القصة؟ سورة واحدة كانت كافية لتكشف ما يحدث في حفل العشاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجو الحسين لدرجة جعلت الحسين غير قادر على إكمال طعامه فقرر أن يمتنع عنه ليستمر فيما يقوله السورة جاءت في لقاء أسري دافئ حضره الحسين ورجوه لجانب العديد من أفراد العائلة المالكة حيث قرروا أن يحتفلوا بالحدث السعيد ففي أجواء من الفرح والسعادة احتفلت الأميرة عالية بنت الحسين ابن طلال بن عبد الله بن الحسين الهاشمية بعقد قاران ابنها طلال الصالح على خطيبته دانا في حضور عائلي دافئ ومبهج وقد جمع حفل عقد قاران طلال الصالح ابنة الأميرة عالية عددا من أفراد العائلة المالكة الهاشمية على رأسهم ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجو الحسين وقبل ذلك الحفل بنحو شهرين تقريبا اجتمع غالبية أفراد العائلة الهاشمية في زفاف الحسين ورجوه فكان زفاف ابن الأميرة عالية فرصة أخرى لتجدد اللقاء العائلي الذي حاز على اهتمام ومتابعة الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت الحسين ورجوه خلال تناولهم العشاء في حفل الزفاف مع العروسين والمعازيم على طاولة الطعام التي جلسوا جميعا عليها وأخذوا يتحدثون في حالة من السعادة الكبيرة التي سادت وجوه الجميع والاتسامات المتبادلة وتبادل أطراف الحديث والمزاح وهو الأمر الذي تفاعل معه الحسين بشدة فظهر في الصورة وهو منسجم مع الضيوف خلال اللقاء ويتحدث معهم بكل أريحية فيما جلست رجو بجواره وكانت تنظر إليهم وتتابع الحديث باهتمام أيضا وقد أكدت الصور المتداولة ما يعرف عن العائلة المالكية الهاشمية بطرابطها ودفء علاقتها حيث يحرص جميع أفرادها على التواجد في المناسبات الخاصة بهم كذلك أكدت الصور على مكانة ومحبة جميع أفراد العائلة للأميرة عالية بنت الحسين شقيقة العاهل الأردني الملك عبد الله حيث تعرف بشعبيتها ومحبة أفراد الشعب الأردني لها مما يمنح صورها العائلية تميزا ملحوظا وذلك لأن الأميرة عالية هي المولودة البكر لوالدها الملك الحسين بن طلال ووالدتها الأميرة ديان الحسين وهو ما فسره البعض بسبب رغبة الملك بنفسه في الظهور معها ومشاركتها مناسباتها السعيدة حيث ظهرت بجواره في إحدى الصور حيث كانت تحتضن شقيقها بكل حب ومودة متبادلة وأنت هل تحرص على الالتقاء بأفراد عائلتك في المناسبات السعيدة أيضا؟ اشتركوا في القناة